جساء الفل عليكم دي بقى اللي يتقال عليها التغميس الصيامي التمام ملهاش حل يعني عايز اقول لكم النهاردة محدش هيصدق ابدا ان الحلاوة والجمال ده كله معمولة من السمسم وصيامي نباتي بدون لبن بدون سمنة بدون زبدة بدون مكونات صعبة ومكونات على قد اليد وجوه البيت النهاردة هوليكم تغميسة الجبنة الصيامي او تغميسة الجبنة الصيامي تحفة بجد لازم تجربوها معاكم شاف نرميني الماجد ودي قناتي رسمية على اليوتيوب وعندي صفحة على الفيسبوك اتمنى كلكم تدوروا عليها وتشتركوا فيها هنزل عليها كل الفيديوهات والريلز بتحتي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة فعلوا جرس على كلمة الكل وما تنسونيش بقى افشير كتير او يعني كل الناس تشوفوا الوصفات وتجربها اكتبوا الوصفة اللي انتو تحبوها في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم وللإعلانات على القناة هسيب لكم اللينك ورقم التليفون في صندوق الوصف للتواصل مع مسؤول الإعلانات اول حاجة عندنا اللي هي السمسل انا هختار هنا زي ما انتو شايفين هنا هختار ان انا هشتغل بالمطحنة عشان المطحنة موجودة في كل مكان فبلاش بقى شغل الحاجات اللي هي الصعبة اللي مش موجودة في كل حد ممكن تستخدموا مطحنة الخلط برضو اختارنا هنا ان احنا نعمل كمية الكمية اللي انا هقولها لكم دي بمقادير معياري انا هنا مستخدمة حوالي الكوباية من السمسم الكوباية دي قد مج الشاي يعني عافين مج الشاي بتاع السمسم قد بالزبط هطحنهم كويس قوي قوي لحد ما يبقى عندنا دي زي دي السمسم طبعا تقدروا تعملوا الكمية اللي انتو عايزينها اقل اكتر براحتكم بس الكمية دي هنمشي عليها كل حاجة طحننا سمسم بالشكل ده لحد ما بقى زي البدرة زي ما انتو شايفين حطينا بقى على السمسم حوالي اربع كبيات من الفول السوداني المتحمص فول سوداني متحمص جبنا بقى شوية حمص صغيرين ونقعناهم عشان احنا بس انا هنعمل هنعمل حمص الشام او اي حاجة هنعمل كشري المية بتاحت الحمص اللي نقعنا فيها هنبتدي ان احنا بعد ما نسلق الحمص هناخد شوية من مية تسلق الحمص وهنبتدي ان احنا نطحن بهم الكلام ده في الخلاط يبقى نقول كمان احنا جبنا الفول السوداني اربع معالي وجبنا السمسم طحناء زي دي وحطناهم وهما الاتنين نقعناهم جوة مية مسلوق فيها حمص وبعد كده ضربناهم في الخلاط كويس جدا لحد ما كونوا خليط كده شبه الحليب او او نقول عليه كده ده زي اللبن مكسرات بس قبل من خلطهم هناخد شوية من المية اللي احنا نقعنا فيهم الحاجات دي عشان المية دي فيها بقى الخمير بتاعت السمسم والحمص وبتاعة الفول السوداني الخمير النباتية اللي هي بتخمر وبتعمل خميرة جبنة وحاجات زي كده هنضربهم كويس قوي في الخلاط لحد ما يبقوا زي اللبن زي ما انتم شايفين كده بقى قوامهم وشكلهم زي اللبن بس اللبن مكسرات على الفكرة ريحت وتحف قوي اللبن ده ممكن على الفكرة تستخدموه مع النسكافي والحاجات دي للناس اللي هي بتحب اللبن الصيامي وكمان عايزة نوع من انواع اللبن مفيد كمان للرجيم يعني لان لبن المكسرات ده من الالبان الحلوة جدا جدا المفيدة قوي قوي غنية بقومي جسري اللي عايزة اقول لكم من حلوتها ومن فايدتها يعني عايزة حلقات بقى الواحد يحكي عنها هناخد اللي انتم شايفينه ده المية بتاعت او السائل اللي نزل من اللبن ده هنحطه على جنب واللي احنا طلعنا ده او الشوائب بتاعت مش شوائب نقول عليها نقدر نقول الالياف بتاعت السمسم والالياف بتاعت الفول السوداني ده بقى هنحطها على جنب هنجيب بقى باقي كمية الحمص اللي احنا عملناها احنا طبعا اخدنا من الكوباية الحمص اخدنا معلقتين بس باقي الحمص باقي السمسم اللي احنا طحننا هنبتدي ان احنا نجيبه كده نخله كويس ما يكونش في اي تكتلات ونحط عليه ربع معلقة صغيرة من الحميرة الغذائية لو احنا محطناش الحميرة الغذائية عشان ناس كتير اوي سألتني في موضوع الخميرة الافرد ما حطناش حميرة الغذائية هتبقى الوصفة سايلة بس يعني هيبقى نفس الطعم والحلاو بس هتبقى زي الطحينة كده سايبة فانتو لو لقيتوا الخميرة الغذائية امين ما لقيتوهاش يبقى الوصفة سايبة مش هتبقى مسكة نفسها هنحط اي بقى دلوقتي هنحط معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من توابل الجبنة اللي هي بنقول عليها كده بهارات الجبنة اللي بتتبقى عند العطار لحد ما تبتدي المكونات تتجمع معايا في الوقت ده نفسه هبتدي ان انا اجيب معلقتين من المية وابتدي احطهم واحدة واحدة بالشكل ده يبقى احنا الوصفة بتاعتنا هتكلها على بعضها بتعتمد على ايه بتعتمد على المكسرات هنبتدي ان احنا نجيب نص كباية من المية وندوب فيها معلقة صغيرة من الجيلاتين علشان تبتدي المية تتقل معايا بالشكل اللي انتو هتشوفوه دلوقتي واول ما المية تبتدي تتقل معانا بالشكل ده هنبتدي ان احنا نحط عليها اللبن بتاع المكسرات اللي احنا حطنا هنحط قد ايه من اللبن اللي احنا طلعنا هنحط حوالي ربع كباية من اللبن المكسرات وساعتها هيبتدي يتقل معايا الخليط بالشكل ده لان طبيعي الجيلاتين اول ما بينزل في المية ويترفع كده بيتقل معايا زي ما انتو شايفين ساعتها بقى هننزل هنا الخليط بتاع الالياف اللي احنا حطناه اللي هو عبارة عن ايه عبارة عن السمسم المطحون معاه الفول السوداني المطحون وعليهم مية الحمص اللي احنا ضربناه في الخلاط صفناها اللي احنا صفناه ده هننزله هنا اما المية او الحليب اللي احنا نزلناه هنحط فيه جيلاتين ونفوه على النار عشان الناس ما تتوهش بقى وتقول الوصفة تاعت مننا نقول كمان عشان الحتة دي حسيت فيها ان انتو ممكن تقول ما في انتو عش كويس هنجيب الحليب هنحطه على جنب الحليب ده هنحط فيه جيلاتين وهنرفوه على النار تمام هنحط قد ايه هنحط حوالي نص قباية من الحليب عليهم معلقة جيلاتين ونرفوههم على النار لحد بيتقلب الشكل ده اما اللي نزل معانا من الجبنة اللي هو عبارة عن السمسم المطحون والحمص السمسم المطحون والفول السوداني المطحون كويس قوي دول هنحطهم بعد كده في الخليط ونقلبه كويس قوي قوي وهناخد معلقة من الخميرة اللي احنا قلنا عليها لو تفتكروا احنا خدنا شوية صغيرين من المية اللي نقعنا فيهم السمسم مع الفول السوداني قلنا دي هتساعد على تخمير الوصفة بتاعتنا وقل بالكلام ده كويس قوي قوي زي ما انتوا شايفين ونحط رشة ملحة خفيفة طبعا الملح ده بيكون على حسب يعني على حسب ما انتوا تحبوا أو يعني حابين تحطوا ملح ماشي مش حابين تحطوا براحتكم ممكن تكتفوا بالتوابل الجبنة اللي هي توابل بطعم الجبنة اللي بتلاقوها عند العطار الوصفة دي لو ما تحطت لهاش الخميرة الغذائية للامانة هتبقى سايبة مش هتبقى مسكة اما لو تحطت لها الخميرة الغذائية هتمسك معاك وتبقى زي الفل خلاص احنا زبطنا الدنيا نبتدل حط المقدارين على بعض اللي هو عبارة على السمسم المطحون مع الفول السوداني المطحون المنقعين في مية الحمص ومضربين في الخلاط متصفيين هنحطوهم بقى على خليط اللبن اللي احنا حطينا فيه جيلاتين ورفعناه على النار وبعد كده ضفناله البهارات بتاعتنا وبعد كده بنسيبهم بنحطوهم جوه قالب لحد ما يتجمدوا بياخدوا قد ايه مدة في التجميد طبعا لو زي ما قلت لكم يحطين خميرة الغذائية هيتجمدوا في اقل من ساعة لو مش حطين خميرة الغذائية هتبقى دي شكل التجميسة بس بصراحة طعمها يستاهل التجربة اشتركوا في القناة تفعلوا جرس على كلمة الكل ما تنسونيش باعف لايك وشير للفيديو عشان نصلكم كل جديد بقدمو واشكر كل بيتابعني وبانتصف الخناية مرسي جدا جدا لكم والكومنتاتكم الحلوة ما تنسوش رأيكات كتير شيرات كتير وتبعوني كل يوم كل سنة وانت طيبين اشوفكم دايما يا رب على خير وراي اشتركوا في القناة